السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم طلاب الصف الثامن النهاردة هنتعلم مع بعض درس تبسيط العبارات الجبرية وده الدرس الثاني في الوحدة الخامسة يلا بينا نتعرف على الدرس ده بعد الفاصل انا محمود حنفي من قناة تعليم بلا حدود اهلا بكم من جديد طلاب الصف الثامن طبعا دعمكم المستمر ده هو سر نجاح القناة يريد تستمروا في الدعم تعملوا لايك للفيديوهات وتشاركوها مع كل اصحابكم ولو انت لسه ما اشتركتش معنا في القناة انزل اعمل اشتراك من زر الاشتراك الاحمر ويلا بينا نبدأ الشارع درس تبسيط العبارات الجبرية ده عندنا قاعدتين مهمين جدا لازم نتعلمهم القاعدة الاولى وهي ضرب الاسس جمعها اذا كانت الاساسات متشابه والقاعدة دي معناها ان سين اسلام ضرب سين اسلام زائد ميم القاعدة المكتوبة قدامكم دلوقتي ضرب الاسس جمعها وايضا في قاعدة اخرى قسمة الاسس طرحها يعني مثلا سين اسلام لما قسمها على سين اسلام ميم هتكون الاجابة سين اسلام ناقص ميم القاعدة دي دولة بنحل بيهم كل المسائل يلا بينا نشوف تمارين مع بعض ونشوف ازاي نحلها هنبدأ بالتمارين اللي موجودة صفحة 80 من كتاب الطالب بصت كل من العبارات الجبرية التالية سين اس 4 ضرب سين اس 5 زي ما اتفاقنا ضرب الاسس جمعها يعني سين اس 9 صاد اس 2 ضرب صاد اس 4 يعني صاد اس 6 انها هنجمع 2 زائد 4 6 عين اس 7 ضرب عين اس 3 هتكون عين اس 10 وهكذا وفي القسمة مثلا حق اس 7 قسمة حق اس 2 قسمة الاسس طرحها يبقى 7 ناقص 2 كام 5 وهنا مثلا دال اس 8 قسمة دال اس 6 هنطرح 8 ناقص 6 اتنين يبقى دال اس 2 وهكذا هق اس 8 قسمة هق اس 7 قسمة الاسس طرحها يبقى 8 ناقص 7 واحد والواحد ممكن مكتبوش يبقى اقول هق فقط هنا طاق اس 8 قسمة طاق اس كام قس واحد طالما الاسس مش مكتوب بل اسس هو واحد يبقى 8 ناقص 1 سبعة يبقى طاق اس سبعة تعالوا بقى نشوف تمارين رقم 2 ازاي نحلها هنا بيقول لي 3 سين تربيع ضرب 2 سين تكيب لاحظ معايا هنا ان في اعداد وفي رموز هنا اولا اضرب الاعداد 3 في 2 بكام 3 في 2 بستة طبعا ضرب الاسس جمعها يعني سين قس خمسة بل اجابة ستة سين قس خمسة تعالوا نجرب في بقى كده 4 ضرب 3 باثناشر طبعا وصاد قس أربعة ضرب صاد قس خمسة نجمع يبقى صاد قس تسعة تعالوا نشوف مسألة القسمة زي مثلا صاد قسمة اتنين بكام بثلاثة وكاف قس عشر قسمة كاف قس ستة قسمة الاسس طرحه يبقى كاف وعشرة ناقص ستة يعطيني اربعة يبقى تلاثة كاف قس أربعة ممكن ناخد طاء مثلا ونجرب نحلها خمستاشر قسمة خمسة كام 3 ودال اس سبعة قسمة دال اس ثلاتة يبقى دال اس أربعة لاني سبعة ناقص 3 أربعة تعالوا برضو نشوف القسمة القسمة ممكن تكتب بهيئة العلامة اللي هي علامة القسمة او ممكن تكتب على صورة كسر بسط ومقام واللي اتنين طبعا بيعبره عن القسمة تمانية قسمة اربعة باتنين ودال قس سبعة قسمة دال قس اتنين نطرح يبقى دال قس سبعة نقص اتنين كام سبعة نقص اتنين خمسة يبقى اتنين دال قس خمسة هنا عندي اتنين طاقس ستة على طاقس اتنين طبعا هنا ما فيش رقم يعني الرقم ده واحد واثنين قسمة واحد طبعا باثنين وطاقص ستة قسمة طاقص اتنين نطرح يبقى طاقص اربعة لان ستة نقص اتنين اربعة بنفس الاسلوب بنحل المسائل دي تعالوا نشوف تمرير رقم تلاتة هنا بيقول لي اختر الناتج الصحيح طبعا هنجاوب الاول وبعدين نضع دائرة حول الاجابة الصحيحة هنا ضرب اتنين في تلاتة بكم اتنين في تلاتة بستة هاق وهنا ضرب الاسس جمعها هاقص اربعة ضرب هاقص اتنين تديني هاقص ستة يعني الاجابة ستة هاقص ستة اللي هي طبعا الاجابة دال هنا تلاتة رقص ستة ضرب خمسة رقص صفر هنضرب تلاتة بخمسة بخمستاشر ورقص ستة ضرب رقص صفر طبعا هنجمع ستة زائد صفر طبعا بستة يبقى الاجابة خمستاشر رقص ستة وهو الاختيار الف هنا قسمة عشرة قسمة خمسة باتنين وكاف قص تمانية قسمة كاف قص اتنين قسمة الأسس طرحها يبقى 8 نقص 2 6 يعني كاف قس 6 يبقى الإجابة 2 كاف قس 6 الإجابة جين هنا برضو قسمة 8 قسمة 4 2 ميم قس 2 قسمة ميم قس 1 طالما ما فيش رقم يبقى 1 طبعا هنطرح 2 نقص 1 كام 1 يبقى ميم قس 1 والواحد لا نكتبه يبقى إذن الإجابة 2 ميم اللي هي الإجابة ده تعالوا نشوف السؤال الرابع بيقولك فيما يلي بعض البطاقات الجبرية بيقول يقسم البطاقات إلى مجموعتين اشرح كيف حددت المجموعة التي وضعت البطاقات فيها أي البطاقات لا تناسب أيا من المجموعتين واشرح سبب ذلك طبعا كل بطاقة لازم نطلع النتج القاص بيها يعني مثلا هنا تمانية وهنا طبعا ما فيش رقم يعني واحد تمانية في واحد بتمانية وسين قس 6 ضرب سين قس 3 بسين قس 9 هنا اتنين في تلاتة بستة وسين قس 3 ضرب سين قس 3 بسين قس 6 إلا طبعا 3 زائد 3問 6 لأنه ضرب الأسس إيه جمعها وهنا أربعة في اتنين بتمانية سين قس خمسة ضرب سين قس 4 طبعا 5 زائد أربعة 9 هنا ستة في اتنين با اتناشر سين قس 3 ضرب سين قس 3 بسين قس 6 هنا 12 سين قس 10 قسمة اتنين سين طبعا 12 قسمة 2 ب6 وسين قص 10 قسمة 20 طبعا هنا سين قص 1 هنطرح 10 نقص 1 كام 9 وهنا 12 قسمة 1 طبعا ب12 لأنه ما فيش رقم وسين قص 8 قسمة سين قص 2 بسين قص 6 هنا 3 في 4 ب12 وسين قص 2 في سين قص 3 بسين قص 5 لو حبينا نقسم البتقاط دي مجمواتين هنلاحظ ان سين قص 9 وسين قص 9 وسين قص 9 هي المجموعة الأولى لأنهم متشابهين كلهم سين قص 9 والمجموعة التانية هتكون سين قص 6 وسين قص 6 وسين قص 6 أيضا لأنهم كلهم سين قص 6 برضو متشابهين أما البطاقة الوحيدة التي لا تناسب المجموعتين هي سين قص 5 لأنها مختلفة عنهم يبقى البطاقة هي 12 سين قص 5 هيقول لي طبعا اشرح السبب هقول له لأنها مختلفة عنهم لأن طبعا المجموعة الأولى هي مجموعة تحتوي على الرمز سين أس 9 أما المجموعة الثانية تحتوي على الرمز سين أس 6 أما هي طبعا سين أس 5 فتختلف عن المجموعة الأولى وتختلف عن المجموعة الثانية تعالوا نشوف تمارين كتاب النشاط مع بعض طبعا بنفس الاسلوب بالضبط سين أس 3 ضرب سين أس 4 ضرب الأسس جمعها يعني سين أس 7 ساد أس 5 ضرب ساد أس 5 ضرب الأسس جمعها يعني ساد أس 10 القسمة كاف أس 8 قسمة كاف أس 4 بكاف قص 4 لان 8 نقص 4 تعطيني 4 وحق قص 6 قسمة حق قص 2 يبقى 6 نقص 2 4 بنفس الاسلوب يعني والسؤال التاني نفس الفكرة 2 في 2 ب4 وسين قص 2 ضرب سين قص 2 طبعا بسين قص 4 انه 4 في 4 ب16 وصاد قص 4 ضرب صاد قص 4 طبعا بصاد قص 8 او اعتغلط وتقول صاد قص 16 لان ضرب الاسس جمعها واربعة زائد اربعة يعطينا تمانية هنا في القسمة 16 قسم الاتنين بتمانية ولم قص 12 قسمة لم قص 4 قسمة الاسس طرحها يبقى 12 نقص 4 تقصيني تمانية هنا 9 قسم 3 ب3 وحق قص 9 قسمة حق قص 3 نطرح 9 نقص 3 6 تعالوا نشوف المسائل اللي فيها اختر 3 في 4 بكام 3 في 4 ب12 وسين قص 3 ضرب سين قص 2 بسين قص 5 يبقى الإجابة باء 12 سين قص 5 4 بخمسة بكام بعشرين وصاد قص 3 ضرب صاد قص واحد طبعا بصاد قص 4 يبقى 20 صاد قص 4 الإجابة ألف 15 قسمة 5 كام بتلاتة وكاف قص 6 قسمة كاف قص 3 قسمة الأسس طرحها يبقى 6 نقص 3 يعطيني 3 يبقى 3 كاف قص 3 للإجابة ألف هنا 9 قسمة 3 طبعا بتلاتة إنما الدال هل هنا في دال تحت طبعا لا ما فيش دال تحت يعني الدال تنزل يبقى دال قص 5 يبقى الإجابة ألف نفس فكرة البطاقات اللي احنا خدناها في كتاب الطالب يقولك انظر إلى البطاقات وصنفها إلى مجموعاتين طبعا بنفس الطريقة هتقدر تحلها بكل بساطة هنا طبعا فيه 1 1 في 3 ب 3 سين قص 6 ضرب سين قص 3 بسين قص 9 هنا 9 قسمة 1 طبعا بتسعة وسين قص 12 قسمة سين قص 9 قسمة الأسس طرحا يبقى 12 نقص 9 تلاتة هنا 2 في 3 بستة طبعا هنا سين قص 1 لما نضرب يبقى سين 1 زائد 5 كام ستة طبعا ضرب الأسس جمعها وهنا طبعا 3 في 2 بستة وسين قص 3 ضرب سين قص 3 بسين قص 6 هنا 12 قسمة 4 يعطيني 3 وسين قص 12 قسمة سين قص 3 نطرح يبقى سين قص 9 هنا 9 قسمة 3 بتلاتة وسين قص 9 قسمة سين قص 3 بسين قص 6 هنا 6 في 1 بستة وسين قص 6 ضرب سين قص 3 نجمع يبقى سين قص 9 هتلاحظ برضو ايه معايا هتلاحظ ان 3 سين قص 9 تشبه 3 سين قص 9 هنا برضو تشبه 6 سين قص 9 التلاتة دولة يشبهوا بعض ببقى ده المجموعة الأولى والمجموعة الثانية هتكون سين أس ستة مع سين أس ستة مع سين أس ستة ومين المختلف؟ المختلف هي woran 9А3 طبعا هو في السؤال بقول لي صنف البطاقات الى مجمواتين فاحنا عارفنا المجمواتين هتكتب انت المجموعة الأولى والمجموعة الثانية طبعا هنا بيقول اشرح كيف حددت تصنيب البطاقات هنقول ان المجموعة الأولى تحتوي على الرمز السين أس 9 لأن البطاقة هي تسعة سين قس ثلاثة وإيه سبب اختيارك لهذا البطاقة طبعا السبب لأنها تختلف عن المجموعتين لأنها تحتوي على رمز سين قس ثلاثة بكده يبقى خلصنا شرح الدرس ياريت تروح تذاكر وتحل التمارين كتير عليها عشان تقدر تفهم كويس طبعا لو لسه مشتركتش في القناة اعمل اشتراك في القناة ولو لسه متغطتش لايك دوس على اللايك يلا سلام